مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السابع من المرحلة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة العلوم ولازلنا نتحدث عن موضوع العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية وفي درس اليوم بإذن الله تعالى سوف نتعرف على المستويات الغذائية داخل السلسلة الغذائية لقد قام العلماء بتقسيم الكائنات الحية داخل السلسلة إلى مستويات فما هو المستويات الغذائية هو المكان الذي يشغله الكائن الحي في السلسلة الغذائية في نظام بيء معين تعالوا معنا نتعرف على ذلك ولكي نفهم معنى المستوى الغذائي ندرس الشكل التالي الذي يجلي لنا هذا المصطلح حيث تحتوي السلسلة الغذائية على مستويات غذائية متعددة تبدأ بمستوى الكائن الحي المنتج وتنتهي بمستوى الكائن الحي المحلل كما هو موضح بالشكل هذا شكل يبين سلسلة غذائية وأود هنا أن أوضح أن الكائن المنتج هو النبات والكائن الذي يتغذى على النبات يسمى كائن مستهلك لأنه لا يستطيع تكوين غذاء بنفسه عن طريق البناء الضوئي لذلك فهو يعتمد على النبات وهكذا وأود أن أوضح أن المستهلكات لها أنواع منها مستهلك أول ومستهلك ثاني ومستهلك ثالث ولكن في درس اليوم سوف نتحدث عن تقسيم الكائنات الحية داخل النظام البيع والسلسلة الغذائية بأكملها لذلك سوف نبدأ أولا بالمستوى الأول والمستوى الغذائي الأول هو الكائنات المنتجة للغذاء وهي التي تنتج غذائها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي مثل النباتة والتحالب أما الكائن الحي الذي يتغذى مباشرة على المنتجات يسمى المستوى الغذائي الثاني وهو مستهلك أول كما قلنا أما الكائن الحي الذي يتغذى على المستهلك الأول يسمى مستوى غذائي ثالث لماذا؟ لأنه تغذى على المستهلك الأول أما الكائن الحي الذي يتغذى على المستوى الثاني يسمى مستوى غذائي رابع تعالوا معا ندرس هذه المستويات بشيء من التفصيل أولا المستوى الغذائي الأول وهو الكائنات الحية المنتجة للغذاء والتي أطلقنا عليها اسم الكائنات ذاتية التغذية لأنها تستطيع إنتاج غذائها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي مثل النباتات الخضراء وهي النباتة الأرضية والتحالب وهي النباتات المائية الشكل يوضح المستوى الغذائي الأول وهو المنتجات نستطيع أن نقول الكائنات التي تنتج غذائها بنفسها تسمى مستوى غذائي أول تعالوا معا نوضح هذا الكائن كيف يبني غذائه كما قلنا وأسلفنا في الدرس السابق فإن النبات الأخضر كائن منتج لماذا؟ لأنه يقوم بإنتاج غذائه من مواد أولية بسيطة إلى مواد معقدة فهو يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء ويمتص الماء والأملاح من التربة ثم يمتص الطاقة الضوئية للشمس ويخزنها على صور الطاقة كيميائية في الغذاء محولها إلى سكر جلوكوز أو غذاء ويتصاعد غاز الأكسوجين اللازم لعملية التنفس وهذا الكائن النبات الأخضر أو الطحالب هي عبارة عن منتجات الغذاء أي أنها مستوى غذائي أول تعالوا معا نرى المستوى الغذائي الثاني وهو الكائنات المستهلكة الأولى وهي التي تتغذع الكائنات المنتجة مباشرة أي أنها غير ذاتية التغذية وهي تسمى آكلات الأعشاب نتعرف على المستوى الغذائي الثاني منين أنها كائنات آكلة الأعشاب مثل بعض أنواع الثديات كالأبقار والغزلان والأغنام إلى آخرة التي تعيش على اليابس أما هناك في البيئة المائية الأسماك الصغيرة والقشريات مستوى غذائي ثاني لأنها تتغذى على التحالب كائنات منتجة أو مستوى أول كما هو موضح بالشكل الغزلان والأرانب والفئران والطيور كلها كائنات مستهلك أول أي أنها مستوى غذائي ثاني تعالوا معا نرى آكلات العشب على اليابس مثل الأبقار والغزلان تتغذى على النباتات الخضراء وكذلك الأسماك في البحار تتغذى على التحالب والتحالب كائنات منتجة يبقى نستطيع أن نقول أن كل هذه الكائنات الغزلان والأبقار والأسماك مستوى غذائي ثاني أما المستوى الغذائي الثالث وهو المستهلك الثاني وهي الكائنات التي تتغذى على المستهلك الأول وهي أيضا غير ذاتية التغذية وتسمى آكلات اللحوم مثل النمر الذي يتغذى على الغزال ومثل أذكاء الدب الذي تغذى على الأسماك فهي مستوى غذائي ثالث وهكذا تعالوا معا نتعرف على المستوى الغذائي الرابع وهي الكائنات التي تتغذى على المستهلكات الثالثة وهذه الكائنات كائنات أيضا غير ذاتية التغذية وتسمى آكلات لحوم أيضا مثل الطيور الجارحة التي تتغذى على الأفاعي وكذلك الأسد الذي يتغذى على الذئاب وكذلك نلاحظ من البيئة المائية سمكة القرش المفترسة التي تتغذى على الحيوانات وكذلك من الممكن أن تفترس الإنسان هذا هو المستوى الغذائي الرابع أما هناك كائنات أخرى تسمى كائنات متعددة المستويات الغذائية أو تشغل أكثر من مستوى غذائي مثل الكائنات الحية المستهلكة للغذاء التي تتغذى على النباتات والحيوانات وهي غير ذاتية التغذية وتسمى القوارط مثل الدب والدب كائن يسمى من القوارط لأنه يتغذى على النبات والنبات كائن منتج إذن فهو مستوى غذائي ثاني وكذلك الدب يتغذى على الأسماك والأسماك مستهلك أول إذن الدب يعتبر مستوى غذائي ثالث لأن الأسماك مستوى غذائي ثاني أيضا من أمثلك الكائنات المتعددة المستويات الغذائية الكائنات المحللة فهي تشغل أكثر من مستوى غذائي حيث أنها تقوم بتحليل أجسام الكائنات الحية الميتة سواء نباتية فهي مستوى ثاني وحيوانية فهناك منها مستويات متعددة هذه الكائنات كما أسلفنا في الدرس السابق من أهم الكائنات التي لا نلاحظها وهي موجودة في السلساء الغذائية لماذا؟ لأنها تخلصنا من أجسام الكائنات الحية الميتة ثانيا أنها تحلل أجسام الكائنات الميتة إلى مواد بسيطة تعيد للطربة خصوبتها فيستطيع النبات أن يمتصها بسهولة ويكون غذاء مرة أخرى تعالوا نرى أمثلة لهذه الكائنات مثل الفطريات وهنا نرى فطر إيش الغراب الذي يعيش على شجرة ميتة هذه حيث أن هذا الكائن يفرز مادة كيميائية تحلل الغذاء الموجود داخل جسم هذا النبات الميت وتمتص المادة الغذائية اللازمة له منه تعالوا معا نرى كائن آخر وهو دودة الأرض هذا الكائن الذي يطلق عليه اسم دودة الأرض يحلل أجسام كائنات حية ميتة سواء نباتية أو حيوانية ويحصل منها على الغذاء وأيضا البكتيريا والبكتيريا العصوية تقوم بتحليل أجسام الكائنات الحية بعد موتها إلى مواد بسيطة وتحصل منها على الغذاء تعالوا معا نأخذ بعض الأمثلة والتدريبات على درس اليوم أولا ادرس الشكل التالي الذي يبين سلسلة غذائية ثم حدد المستوى الغذائي لكل كائن حي في هذه السلسلة كما هو موضح بالشكل السلسلة تبدأ بكائن حي منتج الغذاء ما هو المستوى الغذائي لهذا الكائن النبات أسمع أحد أبنائي يقول طالما أنه كائن منتج إذن هو مستوى غذائي أول السؤال الثاني ما هو المستوى الغذائي للفأر المستهلك الأول أسمع أبنائي يقولون أنه مستوى غذائي ثاني لماذا؟ لأنه يتغذع الكائن المنتج مباشرة الثعبان أو الأفعة مستوى غذائي ثالث رائع لماذا؟ لأنه يتغذع المستهلك الأول أو المستوى الثاني السقر ما هو المستوى الغذائي للسقر أنظر للكائن الذي قبله الذي يتغذى عليه السقر السقر يتغذى على الثعبان والثعبان مستهلك ثاني أو أنه مستوى غذائي ثالث لذلك فإن السقر مستواها الرابع يدرس الشكل التالي الذي يبين أيضا سلسلة غذائية ثم حدد المستوى الغذائي لكل كائن فيها أولا النبات الأخضر أسمع أبناء يقول مستوى غذائي أول ممتاز رائع الجرادة وهي التي تتغذى مباشرة على النبات مستوى غذائي ثاني والضفضعة التي تتغذى على الجرادة مستوى غذائي ثالث الأفعى في هذه السلسلة مستوى غذائي ممتاز رابع لأنه يتغذى على المستوى الثاني السقر هو هيوان جرح مستوى غذائي ممتاز رائع مستوى غذائي خامس لأنه يتغذى على الأفعى والأفعى مستوى غذائي رابع الفطريات والبكتيريا ما هو المستوى الثاني لها رائع أحد أبناء يقول أنها كائنات متعددة المستوى الثاني لأنها تقوم بتحليل كل أجسام الكائنات سواء نباتية أو حيوانية إلى مواد بسيطة تعيد للطربة خصوبتها أتمنى في نهاية الدرس اليوم أن نكون قد فهمنا تقسيم الكائنات الحية داخل السلسلة الغذائية إلى مستويات وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم في دروس أخرى قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته